في قلب العسكر جنابك وأكيد ترصد أي تفاعل أمني وعسكري فيه مخاطر على العراق مثل هذه الزيارات كيف تتعامل معها وزارة الدفاع والضيف هو وزير خارجية أمريكي مثل بومبيو بداية تحياتي إليك وضيفك الكريم ومشاهديكم الكرام ومن خلال شاشتكم نتقدم بالتهاني والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون خير للعراق والشعب العراقي وعلى الأمة الإسلامية وللتنويه أنا ليس ناطق بإسم مزارة الدفاع وإنما ناطق بخلية الإعلام الحربي لقيادة العمليات المشتركة ليكون المشاهد على الطلاع بس اليوم سيادة العميل يوم نيولوك تعلمنا شوفك برية وخاكي أنا أعتقد أن هذا يوم تغيير وهو في نفس الوقت رسالة صح يعني أعتقد اليوم العراقي يمر بظروف عنية جيدة بالقوة عرفناك يعني من السالة إن شاء الله ستكون بعض اللقاءات ممكن أن تكون بالملابس المدنية هي أعتقد أنه هي رسالة مهمة اليوم يعني العراق بفضل التضحيات الكبيرة التي وعطيت يعني دماء الشهداء الزكية والمعاركة التي غاضرة قطعاتنا والتحرير يمر بظرف أمني الحمد لله وشكر نستطيع أن نقول عليها جيد جدا وممكن أنت في بغداد ونتشوف بغداد خير وبركة الحمد لله وشكر أنا أعتقد اليوم المهمة للقوات المسلحة العراقية والقطاعات المشتركة العراقية هي الاستمرار بعملية الحفاظ على النصر الذي حققناه والاستمرار بعملية السأصال ما تبقى من فلول أصابات داعش الإرهابي ولهذا نرى أنه لدينا عمليات تبتيش وعمليات نوعية تقوم بها قطاعاتنا سواء في المناطق السلسل الجبلية وأيضا في مناطق الصحراوية وكان آخر العملية الواسعة والكبيرة التي نفذت من خلال اشتراك ثلاث قيادات هي قيادة عمليات الجزيرة وقيادة عمليات الأنبار ونينوة في منطقة صحراوية مهمة كان يتواجد فيها عدد من فلول أصابات داعش الإرهابي وكانت ضربة نوعية لقطعاتنا وكانت أيضا مسندة بالغطاء الجو العراقي ما يهمنا مثل ما أشرت هو سلامة الأراضي العراقية وسلامة المواطن العراقي وواجبنا كقوات مشتركة هي الدفاع عن العراق اليوم حتى في الدستور العراقي يمكنني يعرف الدكتور هو دستورنا يسمح أن ندافع عن العراق لكن هذه القطاعات وهذه القوة هي ليست مهاجمة أو باتجاه على الاعتداء على أي جار من دول الجوار الحذر حقيقي سيادة العميد يعني معالم التصعيد واقعية وبالتالي يتطلب منكم الحذر والجهوزية العالية أولاً نحن جاهزين لكل احتمالات هذا شيء طبيعي جداً لكن أنا أعتقد يعني من خلال مشاهدتي واستماعي دي يعني مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات هناك تصعيد إعلامي كبير جداً وتخوف يعني أربك الرأي العام وأربك المواطن يعني الأمريكان يصعدون إعلامياً؟ لا لا أنا ما قلت الأمريكان من العدد؟ ممكن هو باوع هناك يطلع وزير الخارجي الأمريكي يصرح ممكن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضاً هناك تصريحات لكن المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام تضخيم وتصعيد بشكل كبير جداً نحن من واجبنا مثل ما أشرت هو الدفاع عن العراق وأن نحافظ العراق ورسائلنا واضحة جداً أنه العراق لن يكون ساحة أو منطلق للاعتداء على أي دولة جارة أو صديقة أنه ضمن المنطقة وهذا واجبنا الذي نمل عليه لكن أيضاً كقطعات مشتركة نحن متهيئين لكافة الاحتمالات وأيضاً نقوم بعملياتنا النوعية والاستباقية الحفاظ على سلامة الأراضي العراقية وسلامة المواطن العراقي وهذا العمل المستمرين بشكل يومي ومخطط إليه من خلال قيادة العمليات المشتركة